ماذا يفعل الأواكس السعودي في الأجواء العراقية؟ الأواكس السعودي في سماء العراق بالإضافة إلى عشرات التانك رسل أمريكية الخلية التكتيكية على تويتر تغارد يحدث حاليا في الأجواء العراقية حركة غير طبيعية لطائرة السلاح الجو الأمريكي حيث تتواجد الآن فوق العراق أكثر من 13 طائرات تزود بالوقود بالإضافة إلى مقاتلات وطائرات حرب إلكترونية وقد تم سرد الطائرات التي من بينها واكس سعودي فماذا تفعل فوق سماء العراق؟ هناك أخبار متوترة من المنطقة أن الجيوش العربية كلها تستعد لضربة أمريكية محتملة وواردة جدا على إيران حيث أن ترامب مصمم على ضرب إيران حاصة أنه يريد بعثارة أوراق الرئيس القادم للولايات المتحدة جو بايدان السعودية لن تسمح لإيران هذه المرة بضرب منشآتها النووية استنفار عال واستعداد تام لأي ضربات جوية قد تنفذها طائرات إيرانية سواء من اليمن أو من العراق أو حتى من إيران إسرائيل بدورها حضرت دول الخليج من هجمات قد تنطلق من اليمن والعراق نحو هذه الدول وقد سردنا في الفيديو السابق عن هذا الفيديو تفاصيل هذا الخبر لا تزال تهديدات المتبادلة بين إيران وأمريكا مستمرة في المنطقة في ذل إعلان الجيش الأمريكي استعداده لمهمة عسكرية محتملة فيما تحضر الطهران بشدة من الرد بقوة على جميع دول الخليج وربما ستجعل إيران من المملكة العربية السعودية هدفا لها لكن السعوديين يستعدون بقوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران بأنها وراء الهجوم الصاروخية على الصفارة الأمريكية ببغداد قبل عدة أيام هذا الاتهام خطير الإيران يأتي بعد مقتل العالم النووي الإيراني فخرزاد مراقبون يقولون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول توتير الأجواء مع إيران لهدف أخرى منها توريط إدارة بايدنا الجديدة في أزمات حدة وصرف الأنظر عن خسارات ترامب مؤكدين عن الطرفين لا يريدن الدخول في حرب طائرة الأواكس السعودية بالإضافة إلى طائرة الـ F-16 وطائرة أخرى أمريكية تعني نصفارها في سماء السعودية والعراق استعدادات تمة ربما للضربة الوشيكة الخارجية الإيرانية حضرت الولايات المتحدة من إثارة التوتر وارتكب أي مغامرة خطيرة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اعتبرت الخارجية أيضا أن اتهامة ترامب والقياد الوسطى الأمريكي لإيران بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية الأخيرة على المنطقة الخضراء في بغداد مكررة ولا أساس لها من الصحة ومفبركة وترمي إلى التغطية على الظروف الصعبة التي يمر بها ترامب مشددة على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تداعية أي تصعيد في الظروف الحالية في موقع الدفاع والأخبار العسكري الأول ديفونس أرب يعلق على الخبر أن عشرات التعن كرز الأمريكي والأواكس الصعودي في سماع العراق ويقول هناك شيء قادم في المنطقة حفلة عيد ميلاد من نوع آخر ربما صحيحة وقال الآخر معلقا في الموقع العسكري الغربي الأواكس الصعودية من نوع صاب كانت تمشط الشرق بالكامل إيران تصرح وتقول رد إيران على الإجراءات الأمريكية سيكون واضحا وشجاعا وعلى مستوى مناسب وليس عبر استهداف بعثات دبلوماسية ومناطق سكانية وعلى الولايات المتحدة استخدموا سيناريوهات أكثر منطقية لتبرير الفتنة التي تسعى إليها في المنطقة ولكن الحقيقة أن رد إيراني يكون مختلفا فهو يتوجه إما إلى البعثات الدبلوماسية والمناطق السكانية والمدنيين الآمنين أو إلى المنشاهد الاقتصادية كما حدث عند الهجوم على منشاهة أرامكو الجيش الأمريكي ينشر مقطعا مصورا يظهر تدريبات تقوم بها قوات تابعة للبحرية الأمريكية وما يعرف بالمارينز مشيرا إلى أنه بمثابة استعداد وتحضير لعملية قادمة من الذي سيحدث في المنطقة؟ المحلل السياسي الإيراني محمد غاروي قال إن هناك احتمال إن في موضوع التهديدات الأمريكية المتجددة في منطقة الخليج وسوريا والعراق الأول أن ترامب بعد فشل في الانتخابات الرئاسية بطريقة مدوية يريد أن يخلق مجالا متوترا في المنطقة لشغل وسائل الإعلام بالخلال الأمني أو بالضربة الاستباقية لإيران لصرف العضواء عن أزمة خسارته في تصريحاته لسبوتنك يقول أن أمريكا تعرف أن الدكر السنوي الأولى لإغتيال قاسم سليمان اقتربت والرد الإيراني الحتمي على اغتيال فخر زاد أيضا يجعل أمام الإيرانيين فرصة الفراغ السياسي في أمريكا للاستفادة منها وتبع أمريكا ترى أن إيران يمكنها الاستفادة بهذا الأمر وتوجيه ضربات عسكرية للقواعد الأمريكية في العراق أو سوريا لذلك بدأ ترامب التهديدات وشن حربا نفسية بإرسال طائرات وغواصات أمريكية وإسرائيلية ويقول أمريكا لو كانت تريد توجيه ضربة لإيران لما أعلنت عن وصول غواصتها للخليج لكن ما يريده ترامب توجيه رسائل لإيران بأن لا تذهب بعيدا في الرد على اغتيال العالم النووي أو سليماني وأكد أن التحذيرات الإيرانية شديدة اللهجة برد قوي في حال يقدمت أمريكا على أي ضربة عسكرية تشير إلى أن الطرفين لا يريدان الحرب أما المحلل السياسي الإيراني الدكتور عماد آبشانش فقال أن ترامب يريد إعلان حالة التوارئ العرفية في الولايات المتحدة وهو يحتاج إلى حرب أو ظروف خاصة لهذا الإعلان إيران تقول أن السعودية وحتى إسرائيل نفسها تريد من ترامب وضع كل العقبات الممكنة أمام بايضا للعودة إلى الاتفاق النووي وحل الخلافة مع إيران لا يريدون لبايضن أن يعود للاتفاق النووي ولا يريدون له حل الخلافة مع إيران في هذا السياق أفضل خطوة هي إشعال فتيل الحرب قبل رحيل ترامب أو توجيه ضربة الإيران تضطر للرد وقتل الأمريكيين هنا يكون بايضا في موقف صعب وتستفيد السعودية وتستفيد أيضا إسرائيل وكان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي قد أعلن الإثنين الماضي أن بلاده مستعدة للرد في حال هجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال قائد الفيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني هل ستفعلها إيران وترد؟ إيران أجبن من أن ترد قلم كينزي للصحفيين نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر وظفراننا في وضع جيدا جدا وأننا سنكون مستعدين مهما قرر الإيرانيون وحلفائهم أن يفعلوا وهو ما يعد إشارة على وجود خشية لدى المسؤولين الأمريكيين من أن تقوم إيران بالانتقام للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اقتل في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في الثلث من يناير من عام 2020 آية الله علي خامنائي في وقت سابق قال في تغريدة يجب على من أمر ونفذ اقتل للفريق قاسم سليماني دفع الثمن وسيكون هذا الانتقام حتميا في أي فرصة متحة فوفق قول ذلك العزيز حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله اشتركوا في القناة هاρι نشاؤح ها Youth